موسيقى احنا الهدف الاعتصام اليوم ايصال رسالة للشارع الفلسطيني ان شركة كارباء محافظة الكدس هي شركة وطنية تخدم الشعب الفلسطيني بكل ما اوتيت من طاقة الموظفين العاملين بها هم موظفين فلسطينيين هم موظفين من ابناء هذا الشعب ما نطلبه هو احقاق الحق ونحن على ثقة تامة باتخاذ الاجراءات القانونية الرادعة بحق هؤلاء المعتدين ونحن على تواصل وثيق مع الاجهزة الامنية بهذا الخصوص السبب الاعتصام اليوم تعرض موظفين من موظفين شركة كارباء محافظة الكدس بالامس لاعتداء في موقع عملهم اعتداء كان عنيف لدرجة انه تسبب بدخول هدول الموظفين للمستشفى ولازالوا حاليا هم في المستشفى بخضعوا للعلاج كان في خط فايبر كاعدة على الارض فاجدت سيارة سعادة خط الفايبر عندنا حساس جدا انه اي سيارة بتطلع عليه خلاص بندرب ليش لانه شعرات زجاجية واي شي بطلع بتحرض لقيله طوالة بتطقي يعني ما بتحمل فكل الشاب اللي في السيارة كله ده سماحت اصبر شوي بس نرفع لك الخط عشان تمرق عنه فالله كنه عصب مرة وانا حط قير طلع على الخط حتى الشخص اللي كله يعني ما راجع ودنيا حتى لو ما طلع على الخط ما راح راجع وما قالوا ليش عملت هيك وما تعرض له نهائيا فالله واقف المهم بعد كنه عشر دكايك ربع ساعة وانهم جايين عليه اثنين ما بديهم منفكات وبيديهم منفكات وهجاء اول واقف قدامه ضربوا بوكس في وجهه وبالله شو ضربوا اثنين هاجمين عليه بتضربوا فيه في المفكات اشتركوا في القناة